مرحبا معاكم انا الدكتورة سرين الحمورية طبعة محجامة بدي احكي لكم اليوم عن الحجامة بطريقة مبسطة اعطيكم فكرة عنها عن فوائدها اذا في كان ممكن يحصير في مضاعفات ايش التحذيرات ايش ممكن تعالج الحجامة الهجام بنقسمها لثلاثة اسام في عندكم الحجام الجافة الحجام الرطبة الحجام المتزحلقة الهجام الجافة هي كاسات الهواء ببساطة كاسات الهواء من زمان كانوا يعملوها قديما ايام الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يعملوها بقرون الحيوانات ويشفطوا بالفم بعدين تطورت صارت بكاسات الازاز بعدها تطورت صارت بكاسات البلاستيك المقوة كمان وصار فيه انواع كتير زي السيليكون زي البامب اشياء كتير تطورت هذا العلم وتطورت المواد المستخدمة الحجام الجافة فايدتها هي كاسات الهواء سحب الدم الهرم وحبسه في الجلد في منطقة اسمها الإي بدمس اللي هي منطقة الأدمة في الجلد وفايدتها إنك بتنشط الجهاز اللينفاوي بترفع السموم بعمق أربع إنشو بتحبسه بالفلتر تبع الجلدي اللي هي منطقة الأدمة كمان تفتح القنوات الكهرومغناطسية جسمنا فيه قنوات كهرومغناطسية بيمشي فيه الدم والطاقة قنوات الطاقة بنفتحها كلها يعني زي تسليك لقنوات الطاقة الكهرومغناطسية هذه ببساطة الحجام الجافة وكانت قديما تعمل في البيوت يعني يعملوها بالنار بقطنة فيها يشعلوا النار وبكسات الشاي كانت تعمل في كل الشرق الأوسط وفي أماكن كتير في الصين في أماكن كتير في العالم الآن الحجامة الرطبة أو اللي هي البلودليتينج أو الويت كابينج هذه استخراج الدم الهرم والشوائب تبعت الدم من خلال الجلد بخدوش سطحية جدا مش لازم تبقى عميقة لأنك أنت بتستقص الدم اللي موجود في أعلى طبقة في الجلد اللي إحنا سحبناه من خلال الحجام الجافة هذا لما حللوا العلماء لقيوا كتير فيه فرق بينه وبين الدم الوريدي بلاقوا نسبة الكرياتينين عالية بلاقوا فيه تشوهات في كريات الدم الحمرة بلاقوا فيه الدم أشباه خلايا بلاقوا كمان عمر كريات الدم الحمرة يا إما ميتة يا إما هرمة عشان هيك إحنا بنستقص له وبنبعت من خلال العصب الحسي الموجود في الجلد رسالة إلى الدماغ الجسم يهاجم الجسم يفق الدم يهاجم لازم الجسم يعودك بإندورفن اللي هو المادة المسكنة المورفين الطبيعي تبع الجسم يفق الدم فوراً بيبعت لأنه خائل عدمي إنه يصنع لك دم جديد فإنت خلصت من الدم الهرم وصنعت من جسمك دم جديد خلايا جديدة فبتحسن أداء وفتحت القنوات الكهرومغناطسية تبع الجسم فبتتحسن كل وظائف الأعضاء هذه بالنسبة للحجامة الرطبة أو اللي هي الويت كابينج على المتزحلقة دائماً بنعملها للناس اللي عندهم مثلاً شد عضلي في الظهر أو عنده بسموها الخلعة بتحط كتير لازم لما تعمل أنت أي نوع من أنواع الحجامة سواء الرطبة جافة متزحلقة لازم تضطر الجلد كويس بالزيت لما بتحط أنت الزيت وتحط كاسة الهواء وبتزحلقها هذه هي المتزحلقة بتضلك تمشيها من فوق لتحت على حوالين العضلة لعندما العضلة تسترخي وكيف بتسترخي؟ إنك أنت بتسحب دم بتفتح قنوات بتجيب دم من الداخل إلى منطقة العضل هادي باستعمال كاسة الهواء فبترتاح العضلة هلأ بالنهاية أعطيتكم أنا هلأ فكرة عن الهجامة ككل بطب فكرة مبسطة نصيحتي للجميع يعني يتداو بالهجامة هلأ الإنسان ما بعد سن البلوغ لسن الأربعين إذا كان بمشي بشرب سواء الكتير ما عنده أي أمراض مزمنة ممكن يعملها مرة بالسنة ما بعد الأربعين أو إذا كان عنده أمراض مزمنة أو مشاكل صحية ممكن تنعمل كل ستة شهور وشكرا لكم لما تابعتكم تحياتي للجميع